اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا بالتعامل معها في كل منشقاتنا نهاردة عايزين يحل المنشآت بالطريقة هي عبارة عن عن طيب تعال احنا نشوف الامثلة اللي احنا في النهاردة هناخدها زي ما انت جايف كده قدامك مثال على ترس بالاحمال بتاعته اللي انت شايفها قدامك ادي الباكات بتاعته اربعة اربعة متر اربع بواكي على شكل كانت ليبر وبساميه اوفرهنجينج في جزء طالع كابولي وادي اسبانهية كبيرة من ثلاث بواكي الارتفاع بتاعه كان اربعة متر علي احمال بقى عشرة وعشرة وتسعة اه تعال نشوف بقى مطلوب ايه في الاكسامبل ده مطلوب من حضرتك ان انت تكالكوليت الفاينال فورس في الممبر احنا عايزين الفاينال فورس في كل الممبرز الممبرز بقى بدأ من واحد لحد خمسة في الابر كورد والار كورد بدأ من ستة لعشرة وبعدين بقى تاخد الحاجات الورتكال وبعدين تاخد انا تاخد الحاجات الورتكال تاخد الحاجات الميلة طيب تعال نبص بعد كده مدين ايه كمان وطالب مني عند مين عند تمانية طيب مديني الاي اي بكام مديني الاي اي بعشرة تلاف طاند فور اول ممبرز لو في اي حد مش سامع الصوت يبلغ ان كده متابع انا اا اخر حاجة البرين في التمام واحنا مستمرين ان شاء الله. طيب اا مسال زي دهوت هعمل في ايه حضرتك? والله انا المفروض ادرس يعني انا هشوف المنشأ بتاعي ده كم مرة وبعدين لو هو هقدر حلو انا مش هقدر حلو. طيب لما بص على اا المنشأ هبص عليه من ناحيتين من الناحية ابتدي من الناحية الخارجية اكسترنل وبعدين هبتدي من الناحية الداخلية. طيب لو بص على على الخارجية الاقي عندي عند ستة ولاقي عند مين عند تسعة. طيب دول ايه? دول هايخدو كام هيخدو كل واحدة فيما تاخد اتنين يعني هيخدو ربعة طب عندي كام معادلة احل بيها عندي اا تلات معادلات سجمة اكس وسجمة واي وسجمة مومنت كل واحدة فيهم بتساوي. صفر? طب ايه كمان عليهم? مفيش حاجة مفيش معادلات اضافية هنا هقدر احصل عليها. يبقى اول حاجة عندي وصل لي ان انا عندي اربعة وعندي تلات معادلات يبقى كده في واحدة. طيب وبعدين ابص على الداخلي. طب الداخلي هيحله ازاي? اا اا ازا كنت انا مش عارف الرياكشن اللي حاصل على اا السابورتات. بس ممكن على فكرة فيه جزء ممكن يتحل من غير ما تحل الداخلي. وده احنا زي ما اتفقنا برضو في ان هو لو في جزء اقدر حضرتك ان انا احل من شاي من غير ما ادخل في الجزء زي الجزء ده هو. ما انت لو قفت عند خمسة تقدر تجيب خمسة عشرة. تقدر كمان تجيب منه تجيب منه اربعة خمسة. تنزل عند عشرة. تقدر تطلع عشرة تسعة وتطلع اربعة عشرة. وبعدين توصل لجوينت اربعة لا مش اقدر احل عشان دول تلاتة مجاهيل. اللي هما تلاتة هقدر احلهم? لا انا تعلمت من سنة اولى ان انا اكتر مجاهيل عندي هيكونوا اتنين. لان انا عندي في معادلات الترسز ما عنديش لمعادلتين. عند كل جوينت. سجمة الاكس وسجمة. يبقى عند الجوينت دي خلاص هقف مش هعرف. تاب هنا. وصلت ان انا ما فيه هنا انا مش عارف. يبقى مش اقدر احل المنبر دا ولا اقدر احل المنبر دا. واحد زاك يقول لأ انا ممكن احل المنبر دا من سجمة الاكس. تفين الاكس بتاع الجوينت. مش عندك. انا لو قلت تسعة عشرة يقبلوا تسعة تمانية. دول على طول اتنين على استقامة واحدة. خلاص دول على استقامة واحدة والاتنين بيساووا بعضة. امتى? لما ما يكونش في فرصة خارجية. لأ ده في فرصة هنا المفروض في اكس هنا. طيب انا بشاول بالماوس خلاص هغير لكم الايه? نحط بوينتر ولا حاجة عشان خاطر. اه نحط البوينتر دا كده اهوت علشان يباني. طيب. اه تعال احنا نرجع تاني كويس ان في حد بتابع معنا. اه 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 او كده انا اشغلت انا كل مرة بنسى بس اشغل كل الوينتر. وممكن كمان نخلي كمان معنا اه نخلي دروه كده عشان لو احتاجه. يبقى ازا حضرتك المسال اللي احنا اتكلمنا عليه تعال احنا نعيده من الاول. المسال ده في كم جوينت? في في اتنين زي ما انت شايفهم دول? دول عندهم اتنين. هنعيد الكلام بسرعة. تقدر تحل توقف عند جوينت خمسة وتحلها. توقف عند جوينت ستة وتحلها. يبقى تقدر تحل الممبر ده والممبر ده والممبر ده والممبر ده. لكن بعد ما وصلت لجوينتر باح حضرتك مش تقدر تحل الحاجة تاني لان التلاتة خارجين. التلاتة دول لا يمكن ان انت طرف تحل هم غير انت. عندك معدتين اتنين. سجمة الاكس وسجمة الواي. طيب لما تروح عند جوينت تسعة انت عندك رأكشن رأسي مش معروف عندك رأكشن افخي مش معروف. عندك كمان اتنين ممبر يعني انت عندك اربع مجايد اللي يمكن تعرف تحل. طيب ممكن تستخدم تريت السيكشن اه طبس هتشدك بايه? حاول بقى هتلا انت مش تعرف تدخل جوه من اربعة او من تسعة. طيب روح على ناحية التانية. اروح عند ستة. عندها ثلاثة وعندها اتنين رأكشن اللي يمكن اعرف حلها. طب اروح عند جوينت واحد اه انا ممكن احل الممبر ده. واحل الممبر ده. ده اللي قدر احله في انت فيه الترس لان الممبر دي. اكاينها ممبر ستاتيكالي ديتيرمين. طيب. اه هنعمل ايه? البروسيدر اللي احنا هنستخدمه. هنعمل ايه? انت لازم في الاول تقول لي ايه? لازم تحصل على مين? لازم تحصل على لازم تجيبت الان بتاعتك. انا لازم احصل على الان اللي هي او اللي احنا بنسميه البي اي اس في بعض التكست بوك اللي هي طيب هحصل عليها ازاي? هنا في معادلة مخصوص اه عاملينها ليه المعادلة ده هي ازاي ما حضرتك شايف اللي احنا بنقول الان هتساوي ام بلس الار آآ آآ مينس اتنين الجي. الام طبعا انت عارف ان هم عدد الممبر بتوعك. خلاص الار هي الرياكشن الخارجي. الجي عدد الجوين. طبعا انت عندك كم جوين? انت عندك دي لحد خمسة وهنا لحد العشرة. يبقى انت عندك عشرة. جوين انت عندك كم ممبر وعدوهم هتلاقيهم سبعتاشر ممبر. الرياكشن بتوعك خلاص احنا عرفناهم اللي هم اتنين هنا واتنين هنا. طبعا المعادلة دي مشتاقة من المعادلة اللي احنا اخذناها قبل كده. اللي كانت اف في ام زائد ار آآ نيجاتف اي جي بلس الاتش. طبعا هنا حالة خاصة لان كل الجوينت عبارة عن وكل الممبر فيها فرص واحدة. فاصبحت الاف اللي كانت كتب هنا قدام الام بقيت بواحد. خلاص وي دي اختصرت الاتنين جي بعد ما دخلنا الانترميدات هينج واتخصم اا معادلة قصادها على طول الاتش. انت عارف ان الاتش دايما كانت بتضيف لك ايه? بتضيف لك معادلة. فكنت انت بتلاقي اي في جي بلس الاتش. شننا الاتش وشننا وعوضنا عن اي باتنين. على طول مباشرة. سبعتاشر بلاس فور نيجاتف الاتنين في العشرة. هيطلع معاك واحد. جي بقى ايزا انا شايف كده اني الان بتاعتي تساوي واحد. ودي اول خطوة في الحل ان انا جيت الان نمبر اف اندتيرمنسي. اا علشان خاطر اقدر اعرف انا شغال ازاي. طيب. بعد ما حصلت على الان تساوي واحد. ايه الخطوة اللي بعد كده? الخطوة اللي بعد كده ان انت حضرتك هتشوز مين المين سيستم بتاعك. لازم هتختار مين سيستم. طيب. كل الخطوات دي هنقابلها بعد كده مع بعض. طيب. لما لما توصل هنا للنقطة بتاعت اختار المين سيستم. يا طرح حضرتك. نرجع تاني. في المين سيستم هتختار تعمل ايه? هتختار تعمل ايه? هل حضرتك هتعدل الجوينت دي? ولا هل حضرتك هتشيل من المين برز? هي المعادلة هي بتقول كده. ان انا لو شلت مين بر اهوت من هنا دول مجموعهم كام واحد وعشرين ودول مجموعهم عشرين. لو انا شلت خلاص دول كده الاتنين في عشر في عشرين دول خلاص سابتين بالنسبالي. خلاص? مش هقدر اغيرهم وكده كده عادة الجوينت عشر. مش هقدر اشيل جوينت. انت ممكن تشيل مين بر لكن اشيل جوينت ازاي? اي جوينت بمعنى بتشيل اكتر من اتبقى عندي هنا الترمي بتاع مين? بتاع الممبرز وبتاع الرياكشن. طيب هلاق ايه بقى حضرتك هنا? ان انا محتاج ان انا اشيل يا ام محتاج ان انا اشيل طب ينفع الاتنين حاجة بينهم? اه طبعا ينفع. وجدا وما فيش اي مشكلة خالص طيب. يعني انا لو شلت غيرت جوينت ست او جوينت تسعة حولتهم لرولر واحدة منهم خلاصة بحالة المشكلة اه طبعا. طيب واحد تاني يفكر يقول طب انا مش ممكن اشيل من من بحيس ان انا احول ده اخليه مثلا كينه اه اه كينه فيه كينه سريه هنجد? اه بالزبط. يعني لو واحد بقى شاطر وقال لي طيب خلاص انا هكتفي بالجزء ده هو هاخد اه هاشيل اه الهنجد ساب بورس ده وحط مكانه رولر والمسألة كده بقى التقليدية عندي. وده كله ال 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 بتاعي ده ده كده خلاص كله مكتمل وقدر احيله بعد كده تمام تمام. واحد تاني يقول لي ايه? طب ما انا ممكن يا دكتور اشيل المنبر اللي اسمه سبعة تمانية. المنبر ده. لو انا شلت المنبر ده يا دكتور تمانية سبعة تمانية ده اهو. اطلعت المنبر ده. ايه اللي هيحصل? هيحصل بقى عندك جزء على. اصبح عندك الجزء ده كده. اهوة. واصبح عندك الجزء ده. كده. يا سلام. اصبح عندك جزئين. اصبح تقدر تاخد عند نقطة. زودت انت معادلة كده. زودت معادلة بالزبط يعني انت بتقدر تاخد سجمال مومنت للليفت سايت. وتقدر تاخد سجمال مومنت للرايت سايت. وهو ده اللي ما كنتش تقدر تعمله قبل كده. طيب احنا حلنا ازاي في المسألة دي? حلنا بالحل البسيط خالص. هنا اخترنا المين سيستم ان انا غيرت الجوينت دي. اللي هي كانت جوينت اعتقد جوينت تسعة. انا غيرت جوينت تسعة. حولتها سبت جوينت ستة زي ما هي. وابتديت اتعامل مع المسألة. ادي الاحمال الاصلية بتاعتي. وابتديت احصل على النزيل. طيب حسب تر اكشن. طبعا مش بعيدة على حضرتك ان انت توقف عند الجوينت دي ستة. وتقول سجمال واي تساو صف. تطلع دي بتلاتة وعشرين. سجمال واي تساو صف. تطلع دي بتلاتة وعشرين. سجمال واي تي تطلع بستة. سجمال اكس معك من الاول على طول دي بتطلع بتلاتة. تقدر بقى حضرتك بتعمل اناليسز وتطلع ده? اه ما فيش اي مشكلة. اتلقى من برده بصفر ضيب ببتلاتة. اتروح هنا. اتاخد ده ستة. انا اتوقف بس للازان دي او واحدة. وبعدين نكمل. ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 رجوعا تاني رجوعا تاني لمحاضرتنا زي ما انت شايف كده طلعنا الرياكشنز وبعدين ابتدينا نشتغل على بالنسبة للميمبر وده طبعا جز انت عارفه وخدته في السنة اولى انت بتقبق عند كل جوينت وتحلها يبتدي من الجوينت السهلة بتاعتك خلاص انا ممكن يبتدي من اخي الجوينت اللي هي مسلا كانت تقريبا جوينت ادي واحد اتنين تلاتة اربعة جوينت خمسة سجمال اكس عند الجوينت دي الميمبر ده يطلع بصفر سجمال وا ده يطلع بتسعة اروح على الجوينت دي خلاص وابتدي احللها طبعا مركبة الميمبر الميل ده لازم تشيل مين تشيل التسعة تلات اتناشر بوينت خلاص الاناليسيس بتاعها المركبة بتاعتها هيدينا التسعة يبقى خلصت ده طبعا الميمبر ده يطلع بتلاتة وعشرين معاك ده هنا هنا شلت المنبر ده مقابل ده يطلع بتسعة خلاص وبعدين تروح عند الجوينت اللي هي هنا كانت جوينت اربعة وتبتدي تشتغل هنا المنبر ده بعشرة ده يطلع بخمسة خمسة مقابلة وهكذا تقدر تعمل الاناليسيس وتقدر تحلل الجوينت بالطريقة بتاع سانقولها خالص لان ده اه التراس عادي خالص طيب وبعدين وبعدين احنا لان بتاعتنا كانت تسوي واحد انت هنا حضرتها تغيرت مين غيرت اللي كانت هنجي دي خليتها رولر يبا انت هتعمل بقى بتاعك اللي انت غيرته لازم انت عدله فروحت عامل ايه بقى? رحت حاطت واحد طن طبعا حاطت واحد طن في الاتجاه اللي يعجبك انا حاطت واحد طن هنا في اه في اتجاه عكس اكس خلاص عند الجوينت يعني عند النقطة ده هيت خلاص ابتديت اعمل اناليسي ستطلع على اكشن سجمة لو قفت هنا قفت سجمة عند الجوينت دي تسوي صفر اكيد المنبر ده او اكيد الرياكشن ده هيطلع بصفر طيب سجمة الواي يبقى ده كمان هيطلع بصفر زيه ماشي الكلام يبقى لما انت تاخد سجمة الواي ده هيطلع حاضرتك ده ليه قيمة ده ملوش قيمة ده بصفر وده بصفر خلاص طيب سجمة اكس تسوي صفر خلاص الهنجي تصبرت اللي هنا هياخد الواحد هتلاقي اللاور كورد ده هيطلع كله بكمبريشن ومقداره واحد طن كده احنا طلعنا وطلعنا ان واحد. طيب تعال احنا ننتقل بقى الجزء التاني اللي هو التيبلز اللي احنا هنشتغل عليها طبعا انت خط التكامل بتاك the link member وانت فاكرة التكامل بتاك المنبر كنا بنقول لي في تكامل بتاك المنبر? كنا بنقول ان زيرو في ان واحد في ال عل اي اي كان هو ده كان هو ده التكامل بتاعنا. وكان هو ده اللي بدينا ال EI Delta كزا. اه دلتا واحد صف. ده اللي كان بدينا دلتا واحد صف. احنا معملناش حاجة اه جديدة خالص هنا في في المسألة بتاعتنا. كل اللي احنا كل اللي احنا في حاجة بقستو دهنة. كل اللي احنا عملنا ان احنا حطينا الممبرز رصينا الممبرز هترس الممبرز زاي. انا هرس الممبرز تبقى لترتيب معين ابتدي بي. فانا قلت مسلا هبتدي انا بدي لك دايما احنا بنكون في المسألة بتاعتنا بنبقى بدي لك ترتيب الجوينت. حاول تستغل آآ ترتيب الجوينت ده وانت بترس مين وانت بترس الممبرز بتاعتك بترتيبها. احنا هنا عندنا التكامل بتاعنا خلاص خلينا نكتبه. يعني التكامل بتاعي. التكامل بتاعي هيكون ازاي التكامل بتاعي هيكون. ان انا محتاج. ان انا كامل زي احنا كنا متفين كنا بنقول ايه او دلتا. كنا بنقول الدلتا ده هيت. كنا محتاجين آآ هي معادلة من الدرجة الاولى او معادلة في مجهول واحد. ايبا انا محتاج دلتا واحد صفر. طب هجم عليهم مين? هجم عليهم دلتا واحد واحد. مش كده? ده المفروض يساوي مين? يساوي صفر. ايبا انا مطلوب مني ان انا مطلوب مني ان انا احصل على دلتا واحد صفر. ومطلوب مني ان انا احسب ومطلوب مني ان انا احصل على دلتا واحد واحد. طيب كنا بنحصل عليهم ازاي? لا ده كنا ده انا فاكر ان احنا الكلام ده هو اتكلمنا واحنا كنا بيشغلين على الجزء بتاع كنا بنجيبه ازاي دلتا واحد صفر دي. او كنا بنجيب ازاي دلتا. كنا اه دا احنا كنا نقول ان نخليها مثلا. كنا بنقول ان زيرو. في ان واحد. ال. كنا بنقسم ده على ال اي. ايه? هي دي المعادلة اللي احنا كنا شغالين عليها. كل اللي بحصل هنا ايه? ان احنا عندنا بقى اكتر من منبر. يعني انت انت حناك في الفريم كان عندي منبر او اتنين. كنا بتعامل معهم. لكن هنا. انا كل الفورس اللي عندي هي عبارة عن نورمال فورس. وكل ي هيتكامل مع بعضه هي الممبر. كل واحدة هيتكامل مع الممبر المقابل له في حالة التحميل التانية. يعني ده ا كانت في حالة ال اند. ده اذر في حالة اينغة دا في حالة اند emissions. يبدو مطلوب ان انا مش همسك بقى كل منبر وضربه وحطه معضلة طويلة? لا لا انا هعمل وحط في الكلام ده. والازالك احنا استعادنا عن الضربيات بالتابلز. هنبدأ اول خان عندنا بمين? بالميمبر. اه خد الترتيب بقى من الترتيب اللي احنا دايما بنحطه علشان خاطر بمقصود. فانا هكاتب واحد اتنين تلاتة ربعة خمسة. انه ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. ده احنا بنسميه لو تفتكر من الفرقة الاولى. وده اسمه وبعدين دول وبعدين ادهاجون. انا مشيت بترتيب ايه? المنطقي اخد خلاص اللي هو من واحد لاتنين وبعدين من اتنين لتلاتة وبعدين من تلاتة لاربعة وبعدين من اربعة لخمسة خلصت اخد بقى المقابل لي بدأت من ستة سبعة بعدين سبعة تمانية وبعدين تمانية تسعة وبعدين تسعة عشرة وصلت لحد هنا. وبعدين اخد وانا عامل كده لي عشان دي اطولها زي بعضها. خدت بقى مسلا ايه واحد ستة وبعدين خدت اتنين سبعة وبعدين خدت تلاتة تمانية وبعدين خدت اربعة تسعة وبعدين خدت خمسة عشرة وصلت لحد هنا. وبعدين خدت الدياجون البقى اللي هو مين? الدياجون الاتنين ستة. وبعدين خدت الدياجون الاتنين تمانية. وبعدين خدت الدياجون اللي هو اربعة تمانية واخر واحد كان اربعة عشرة. الطول بتاعهم اه انا عارف بقى الابر كورد والوار كورد والفيرتغال كلهم باربعة وبعدين الدياجون الده علشان خاطر باربعة زر اتنين. فهيطلع معاك. هيطلع معاك ايه? الخمسة آآ بوينت ستة خمسة سبعة. خلاص كتبت اطولهم. وبعدين الخانة اللي بعد كده دي اول واحدة. الخانة اللي بعد كده اول كولوم اللي بعد كده هيكون الان زيرو. النورمال فورس اللي موجود في الحالة. اندر الجيفل لود. هاخد بقى كل ميمبر راح حط الفورس بتاعته بايه شارته? يبقى اخد زي ما حاطته هوت وحاطت تعالي الاسهم وراسم عليه عشان خطر. ابي اعرف انا بعمل ايه? يبقى تلاتة ا temporada وتول مباشرة هلاقي تلاتة خمسة خمسة زيرو تلاتة تلاتة خمسة خمسة زيرو مع مع مراعات بقى ان الميمبر دا كان کمبريشن كمبريشن دا كمبريشن يبقى هتلاقي التلاتة اللي انا حىدطهم كلهم دول هتلائهم كمبريشن ميمبر وده زيرو كان ده تسعة ب بوستف بوستف تسعة وبعدين نيجاتف تسعة فعتcons Video انا كاتب هوت ادي بوستف تسعة ودي تسعة كمان. وقادي النجاتف التسعة خلاص يبقى فيه اتنين نجاتف تسعة همت! واتنين بوستف زي ما انت شايف. وبعدين تدخل على خطة قصة البرية هتلاقي بها عندك المικό ده كان بصفر والمائس بالẫnبر ده كان بصفر. خلاص كدبتهم او صفر وصفر. خلاص تدخل على المايشة ده كان مقدره عشرة والممبر ده كان مقدره تلاتة وعشرين. وبعدين الممبر ده كان مقدره تسعة . وبعدين نخد بقى اللي هما الاربعة ايطلع اه اه بوينت فور ايت فايف اللي بعدين نيجاتف فايف بوينت سكس اه فايف سيفن وبعدين اتلاقي ده كان بوسطف اه واحد تسعة بوينت سيفن سيفن اه بوينت سيفن ناين ناين وبعدين تولف بوينت سيفن تو ايت يبقى دول كده اللي هما الدياجنال بتاعتك طيب وبعدين وبعدين هدخل بعد كده على الان واحد زي ما عملت هناك الان واحد طبعا ممكن تتبقى انت تتخليك بقى شاطر بقى كلها فين باصفارة هي تحنا كنا رسمينا من شوعية كل بصفر يبقى مطلوب مني ايه مطلوب مني مشاعدة افكر بقى مين بصفر احط كل او احط اللي لهم ارقام وكمل التيب والبتاع بصفر فانا عملت عندي من ستة لسبعة من سبعة لتمانية من تمانية لتسعة هما اللي بقى ارقام وكمبريشن ومقدارهم واحد تلاتة مين برا واحد اتنين تلاتة اللي كان كام ستة سبعة سبعة تمانية تمانية تسعة حطيتهم هما اللي هما بنيجاتيف واحد وبعدين الباقي كله كملت بتاعي صفر وكملت بتاعي صفر وبعدين هروح على الجزء بقى اللي هو جزء الضربيات اللي هو المعادلة بتاعتي هي الدلتكات بتساوي ايه? لأما اضرب اني زيرو في اني واحد في ال هو ده اللي حصل هنا في الجزء ده ان انا هدخوا اضرب ال اني زيرو في ان واحد في اه في ال خلاص طيب انت ما اسمتش ليه على اي ايه ما هو اي ايه في الاخر ال ال هي كتت مختلفة لو عارف لو ال ال لو كلهم ب ال واحدة او لو قل ال اي او قل ال ال على اي اي برقم اه كنت اضرب اني زيرو في اني واحد وبعدين اضرب اضربهم في الاخر بعد ما اعمل صميشن. فطبعا مدام انا عندي ال اي اي كان مدهالي تقريبا بعشر تلاف. اهيا كانت بعشر تلاف يبقى خليها الاخر بتال مقسمة احطها في الضربيات لانيا لما احطها في الضرب هنا هتغير الارقام وهتدينا ارقام كسور كبيرة جدا وهتعادني في الكتاب. خلاص? فالاحسن انا اضربها في الاخر. يبقى خلاص عشان نحصل على اه اه اني زيرو في ال على اي 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 هحصل على الترم الاوليني دلوقتي. خلاص? وبعدين. بعد ما اعمل صميشن هضربه هاو هقسمه على ال اي اي. طبعا انا عارف برضو ان انا اضرب كل ده في صفار يبقى كل ده بصفر معادة. الواحد يبقى يضرب ده في تسعة. اربعة في تسعة واربعة في تسعة واربعة في نكاتف. تسعة. خلاص. ودول هتضربوا كلهم في سالب واحد سالب واحد سالب واحد. دول كلهم هيتطلعوا كان في الاخر معنا? هيتطلعوا بستة وتلاتين. في هنا حاجة فاااا ممكن تكون في حاجة فالاشارة هنا. انا عند هنا اربعة في تسعة في تلاتين دي نيجاتف. حقيقي. خلاصandez اربعة في تسعة بالسعة وتلاتين دي كمان. نيجاتف. وده المفروض هتبقى بيمه? بتبقى ببوصتف. المفروض هتكون ببوصتف ستة وتلاتين. يبقى ازا في واحدة نيجاتف مع البوصتف هتروح هيتتبقى معي نيجاتف ستة واتلاتين. يبقى الكلام مزبوط. خلاص طيب انا انتقل بعد كده لمين? انا انتقل بعد كده لن واحد. انا انتقل بعد كده انا عايز احصل على خلاص انا كده حصلت على ان زيرو في ان. ان زيرو في ان واحد. مضروف في ال. ولو خدت الرقم ده اسمته على اي ايه? يبقى انا حصلت على مين? حصلت على دلتا واحد صف. طيب عايز احصل على دلتا واحد واحد. عشان اكمل المعادلة بتاعتي طيب كانت كنا نعملها ازاي الكلام ده كنا عادي جيدنا خالص ما هو N1 هنضربه في N1 خلاص هنضربه في L خلاص هنقسمه على EA هي دي المعادلة اللي احنا عارفينها هتطلع لي المطلوب بتاعي يبقى ازا كل اللي احصل لان اضرب N1 في نفسه زي ما كنا بنكامل في المومنت بنكامل الدياجرام مع نفسه احنا برضو هنا هنضرب الرقم في نفسه زي ما كنا بنضرب اللينك لما كنا بنكامل فريم وفيه لينك ممبر كنا بنضرب واحد في واحد ونقسم على EA ونضرب في EI طبعا هنا معنديش EI المعادلة هنا هتكون مفهاش EI المعادلة كلها فيها EA واللي بيطلع هنا الدلتا دهيت لو انا قسم على EA هي بتكون هي الدلتا الحقيقي طيب هنا زي ما انت شايف انت كل الارقام كل الارقام بتاع N واحد بصفر معادة تلات ارقام اللي هم يبقى دول هو هيتربعه وتضربه في الطول ففعلا دول هيتطلعه بكام زي ما انت شايف كده هيتطلع هيتطلع ده باربعة يبقى هيتطلع ده هو تطلع باربعة وده باربعة وده باربعة والباقي وباقي الارقام كلها تطلع بكام حضرتك بأصفر خلاص طيب طلعنا ايه طلعنا ده طلع بكام طلع باتناشر طيب تعالى بقى اشتغل على المعادلة افتاح حضرتك انت هنا قلتلي انا هترب حصلت على N zero في N واحد مضروف في L وحصلت على N واحد سكوير مضروف طلع بكام طلع باتناشر طيب تجي تعوض بقى في المعادلة طيب انت كتبت المعادلة دي بناء على ايه المعادلة دي كتبتها بناء على ان انا عندي معادلة واحدة او عندي مجهول واحد اسمه X واحد اللي انا فرطته هنا وفرطته بواحد طن خلاص ده مجهول بالنسبة لي ايه بالمعادلة بتاعته تقول لي دلتا واحد صفر زائد X واحد دلتا واحد واحد تساوي صفر طيب انت معاك هنا ايه انا معايا هنا اه ن zero في N واحد في L بس مش مقسوم على EEA ومعايا هنا N1 في N1 في L مقسومة برضو مش مقسومة برضو اللي لاتناشر دي مقسومة على EEA انت أكينك طرفت المعادلة كلها في EEA لان EEA سبت خلاص مش محتاج ان انا حسبها دلوقتي حسبها ليه انا هاخد 36 دي واقسمة على EEA وهاخد ال 12 واقسمة على EEA وهحطوه هنا في المعادلة اكينك طرفت المعادلة كلها متى في EEA تعوضت هنا بنجد في ستة والتلاتين بلاس اتناشر مضروف اكس واحد ده يساوي صفر طلعت من هنا ان الاكس واحد تساوي جامب طلعت الاكس واحد تساوي تلاتة طلعت الاكس واحد تساوي تلاتة لحد كده ما فيش مشكلة طيب هنحصل بقى على الان الفاينال بتاعت ازاي زي ما كنت بتحصل على اي انتيرنال فورس عندك انت كده لو رجعت للمسألة انا ايه اللي كان عندي انا كان عندي في المسألة ده هيت حاطت اكس هنا هي كنت حاطتها تساوي الواحد كده وسمناها اكس واحد انت من حقك هنا ترجع للمسألة الاصلية وتحط الاكس هنا بتلاتة خلاص وتعمل سجمة الاكس وسجمة المومنت وتبتدي تحل المسألة بتاعتك بحل من الحلول خلاص على الارقام الاصلية على الارقام الاصلية اللي موجودة عندك بالاحمال الاصلية تحط الاكس اللي كانت مجهولة اللي كانت مجهولة كانت كم طلعت بتلاتة اه حاطناها طلعت بتلاتة ماشي الكلام فيش مشكلة تكمل بقى بقيت الرياكشنز بتاعتك طيب الحل التاني الاسهل وانا هرجع بقى ممكن يكون معايا ترس معاقد وممكن يكون ارقامه كبيرة وارقامه صغيرة وانا عندي دلوقتي قدامي التيبلز والدنيا مستتبة معايا خالص ايه اللي يخليني يالجع لوسيلة زي كده طب ما انا لو انا طبقت السوبر بوزيشن سوبر بوزيشن بيقول ايه بيقول ان انت تقدر حضرتك تقول اني فاينل بتسوي اني زيرو بلس اكس وان مضروف في ان واحد يعني انا عندي الاني فاينل هوت اللي انا هطلعها عشان بعد كده انا احتاجها وعندي ادي ان زيرو وعندي هنا كمان ان واحد خلاص هل ده في مشكلة ان انا اطبع المعادلة دي لا ما فيش اي مشكلة يبا انا هاخد بقى كل ان واحد اضربها في اكس واحد اجمع على اني زيرو اطلع زي ما انت شايف كده هطلع الاني فاينل بتاعتي هطلع الاني فاينل بتاعتي الناس اللي امتبع معنا في اي حد عنده مشكلة في اي حاجة خلاص طيب خلاص حصلنا بقى هتاخد هتاخد ادي اني دي بتلاتة وكد ان واحد بصفر يبا تطلع بنيجة في ثلاثة زي ما هي دي بخمسة دي بخمسة كل اللي هتغير معك في الارقام هما دول فقط لا غير لو انت بصيت كويس هتلاقي مين اللي هتغير معنا كل الارقام زي ما انت شايف الان بتاعتك مش هتتغير عن الان زيرو ليه لان مين اللي اتأثر اصلا هو هو اللي اتأثر التلاتة دول فقط لغير هما اللي كانوا متأسرين بمين متأسرين بالحل اللي هنا خلافا لذلك كله تأسيره في صفر فلذلك من الاسحل جدا علي ان انا بدالم اروح اعمل عندي بالحل لие konst لأ انا استخدم الطريقة دي انا مطلوب من الان خلاص دي انا عندي ثلاثة ممبرز بس انتغيره لان ده الان بثلاثة مضروبة في صفر الان بالثلاثة مضروبة في صفر الان بثلاثة مضروبة في صفر يبقى اذا هتلاقي ده routers نيجاتف سري نيجاتف فايف نيجاتف فايف هنا زيرو زي ما هو هنا بقى هتلاقي هتجمع بقى آآ ناين نيجاتف وان في سري يبدأ المفروض يطلع بكام هيطلع بسيكس اللي بعده سيكس اللي بعده هيطلع بنيجاتف اتناشر وبعدين بقى الارقام هتنزل زي مية لان هتطلع الاكس واحدة تضرب في مين في صفر كده انا حصلت على مين حصلت على الان فاينر طيب كان طالب مني ايه في المسألة كمان هو كان طالب مني اتنين من المطاليب كان طالب مني خلاص انا كده حسبتها له كان طالب مني كمان انا عايزك تطلع للفيرتكال ديفليكشن عند جوينت تمانية يبقى هتروح عند جوينت تمانية اروح عند جوينت تمانية ونبتدي نحط واحد طن رأسي ونحسب منه ان داش اللي احنا هنحطه في التابل بعد كده يبقى هنا عايز احصل على ان داش وعايز احصل منها على دلتا تمانية فيرتكال طبعا الاطوال التسمية الميمبرز زي ما هي انت هتكمل الجدول على فكرة اللي زي ما هو الان فاين اللي حصلنا عليها زي ما هي انك بس عشان ما كانش في مكان فانا نكمل في السلايد ده هي ان داش بقى تحط واحد طن هنا وتبتدي تطلع الانترنال فورس او النورمال فورس اللي موجود عندك على المسألة دهية زي ما انت شايف هتعمل ايه حطت الواحد طن طلعت الرياكشن هنا بوينت ستة ستة سبعة هنا بوينت سري سري طن طلعت الانترنال فورس عادي بالطريقة بتاعت الجوينت ده طلع بصفر ده طلع بصفر افقام زي ما انت شايف ده طلع بصفر ده طلع بالرياكشن على طول ده كل الميمبرز دي طلعت بصفر خلاصوا الميمبر ده بصفر خلاصوا كاملنا الجزء القبر وكملنا الجزء اللور ده هوت ده كان بصفر مقابل لده وزي ما انت شايف الدنيا بسيطة خالص زي ما احنا اتعاودنا مع بعض وبعدين رص بقى كل الانترنال فورس بتاعتك اللي انت حسبتها رصها هنا المعادلة بتاعتك بتقولك ايه هتضرب الان في ن داش في ال وخلي الاي ايه الاي ايه بعد كده طيب ما خدنا بقى ده كل رقم ضربناه في الرقم بتاعه هوت وفي الاخر عملنا صميشن طلع بميتين وسبعتاشر خلاص يبقى ده يساوي مين بقى الجزء ده ده عبارة عن الاي عبارة عن دلتا تمانية مقسومة على مين مقسومة على الاي ايه او مضروبة في الاي ايه طيب يبقى دلتا تمانية احسابها ازاي هي عبارة عن مضروبة سوري مضروبة في الاي ايه مضروبة في الاي ايه مضروبة في الاي ايه سوري يبقى الاي ايه الان فاينال مضروبة في الاي داش مش هي خلاص يبتبقى واحدة يعني ماشي انك تبقى تاني يبقى هتبقى عبارة عن الاي فاينال مضروبة في اي ايه مضروبة في الاي داش مضروبة في الاي مقسومة على الاي اي طبعا الترم بتاع الاي في الاي داش في الاي هو هو اللي معانا اللي هو مين اللي هو اللي هو المتين وسبعتاشر مية سبعة وتلاتين اهوت كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنقسمه على الاي اي اي هنقسمه على الاي اي اللي هو كان بعشر تلاف لما نقسمه يطلع باااا ببوينت او تو وان سيفن وان من المتر لنضربه في مية عشان نحاوله لسنتيمتر يطلع باتنين بوينت وان سيفن وان سنتيمتر وده كده احنا حصلنا كده على الديفلكشن اللي عند تمانية. طيب هننتقل لي حاجة جديدة نشوف بس لو في اسئلة عند زمالكم. اه ان شاء الله يا جلال هننزلها بعد ما بعد ما خلص هنزلها لكم على الجروب ان شاء الله. على الجروب بازن الله هنزلها لكم. بعد ما نخلص مباشرة. طيب احنا كده خلصنا المسال لو حد عنده اي 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 سؤال احنا الغرض من المنصة ان احنا يبقى فيه اه تواصل يبقى فيه سؤال يتسائل ولا حاجة. وممكن حتى بعد ما نرفع الفيديو وبعد كده نعمل اه مناقشة عليه ولا حاجة. طبعا المساءل دي كلها مساءل خفيفة وبسيطة. والطريقة زي ما انتم شايفين هي الطريقة تطبيقية على اللي احنا اخدناها قبل كده. طيب هننتقل هننتقل ده كان شكل على بعضه عشان خاطر انت طبعا في الحل بتاعك بتحل ده على بعضيه مش بتحله جزء جزء يعني احنا كنا فصلنا هنا كده عشان هنحط المساءلة جنبها لكن انت طبعا انت بتاخد الكلم الاولاني التاني التالت وهكذا تقدر ماشي لحد ما توصل لاخر حاجة. طيب هننتقل لمسال تاني هو المسال ده هو شبيه خالص بالمسال اللي فات ولكن في بعض التغيرات هو برضو الاسبانز اربعة وقادي الهايت كان اربعة كان هنا الستة دي محطوطة هنجة سابورت هنا كان محطوطة رولر سابورت كان طالب مني ايه في المسألة? كان طالب برضو احسب لي الفاينال فورس في الممبر وكان طالب مني احسب لي الديفليكشن اللي عند تمانية وكان مديني ال اي اي بي اربعين الف طن. خلاص? طيب. لما بص على الشكل اللي قدامي ده. الاقي ايه ده? في حاجة دلوقتي جديدة عندي في ممبر زي ما انت شايف كده. متقاطع مع الممبر ده. وفي ممبر متقاطع مع الممبر ده. طيب انا لا انا بعد بازنك انا عايز احل الاول انا اشوف اعرف احل ولا لأ مع حضرتك ما تصدرش على الحل انا يمكن اعرف احل كده من غير مدخل في المعادلات وممكن يكون المنشأ بتاع اللي خليني اقول ان هو طيب 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 احنا نجرب نشوف انا عارف ان حلو ولا لا طيب هل عارف اطلع الخارجي اه هارف اطلع الخارجي لو قلت سجمل اكس تصوى في صفر يبان اقدر اطلع ال اكس اللي هنا لو قفت عندي ستة وقلت سجمل وايت سجمل مومنت تصوى صفر اقدر اطلع الرياكشن اللي هنا. لو قلت صو صف اقدر اطلع الرياكشن هنا. واقدر روح عند تسعة واخد صوص واتشك على الرياكشن ده. انا كده حسبت حسبت اكستيرنالي اكستيرنالي الرياكشنز كام ومكانها فين وكون الدنيا اه فيها معي ما فيقاش اي مشكلة. طيب تعال ندخل بقى على على الترس ده نحله. يا طرح عايز ندخل من اني جوينت? طبعا متعود انت نقول لك ادخل من على الجوينت اللي فيها ميزدش فيها عدد المجاهيل عن اتنين. طيب تعال افكر بقى في جوينت واحد عندها تلاتة ممبر ما اقدرش. طب جوينت ستة تلاتة ممبر مش هعرف. طب سبعة تلاتة. طب تمانية خمسة. طب تسعة اربعة زي ما انت شايف هوا. طيب عشرة تلاتة. خمسة تلاتة ممبر. اه اربعة فيها خمسة ممبر. اه جوينت تلاتة. فيها تلاتة ممبر. بس اقدر حل الممبر ده. اه اقدر حل الممبر ده. اه. طيب ماشي. ممبر ده يفيدني بحية. غير الجوينت دي. اه بقى عندها اربعة اه اربعة ممبر. هتعرف تحلها? لا. طب هنا في اتنين ممبر والاتنين في اتجاه اكس. هتعرف تحلهم? لا. لان انت خدت معادلة تولي خلاص. فمش تحل الدول في اكس. طب وتروح على جوينت اتنين عندها خمسة ممبر. مش عارف حلها. يبقى كده احنا احنا ايه? لفين على مين? لفين على التراص بتاعنا بالكامل. طيب ازا التراص بتاعي ده مش عارف حلو. طب ما تيجي تأكد من اللي احنا اتخدناها علشان خاطر اه نبقى حاجة استفادناها. طب الاكوشن بتقول لي ايه? هالاكوشن قدامها هي بتقول لي ان انت الان بتاعتك او بتسوي الام بلاس الار مينس اتنين الجي. دي خلاص معادلة هتطبقها دايما على مين? هتطبقها على عدد الممبرز يسوي كام? تعالوا عدهم. في الابر كورد واحد اتنين تلاتة اربعة. في اللاور واحد اتنين تلاتة اربعة بقى ام تمانية. خد بقى الرأسي. تسعة عشر حداشر اتناشر تلاتاشر. خد الدياجونال. اربعتاشر خمستاشر. ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر. يبقى كده دول اصبحوا كام? اصبحوا تسعتاشر طيب واحد وهنا اتنين بقى هم تلاتة. خلاص ما فهمش اي مشكلة. طيب ايه كمان. الجوينت عشرة جوينت. مترقمين مبينين معين. طبق المعادلة بتاعتك يبقى تسعتاشر بلس سري او ماينس اتنين في العشرة هيطلع باتنين. يبقى او كام مرة المنشأ ده مرتين. طب يا ترى هتعامل معهم ازاي? هعرف احله ولا? اه 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 هعرف احل ايه المشكلة? خلاص طي هتقدر تحلي ازاي? عن طريق ان انا عدد الممبرز اللي قدامي عدد اتنين في عشرة دول لا مش هتغيره. لا يبقى الانونز دول اللي هم تسعتاشر بلس اتنين يعني. اه توينتو دول مطلوب ان انت تتخلص من مين? تتخلص من اتنين منهم. طب هل تقدر تعدل في الجوينت? هل تقدر تحول الجوينت دي رولر? مش هينفع. لان لو خلقتها رولر المنشأ ده هيكون في اتجاه الاكس ده يبقى ممكن يحصل له سلايدنج او يحصل له يبقى في اتجاه اكس ما فيش طب هل ممكن تشيل الرولر طبعا لا مش هينفع شيء المنشأة بتاعي على اه هنج تصبرت بس ده كده يحصل له دوران حوالي الجوينت دي. يبقى ازا زي ما انت شايف انت مش تقدر تغير حاجة خالص. جوينت ستة وجوينت تسعة زي ما هم مش تقدر تلعب عندهم. يبقى انت مطلوب من حضرتك ان انت تشيل اتنين من الممبرز. يبقى مطلوب ان احنا نشيل اتنين من الممبرز. احنا هنا في الخطوة دي احنا كده حصلنا على الان مطلوب منا بقى ان نختار عشان نرسم عليه الان زيرو. طيب. تعال احنا نشوف احنا اخترنا ايه? في بتاعنا? احنا في بتاعنا اخترت ان انا اقطع الممبر ده هوت واخترت ان انا اقطع الممبر ده. عادي خالص اقطع الممبرز دول. اه اه عادي خالص ان انا اقطع الممبرز دي. وبعدين بعد ما اقطعهم اروح بعد كده اشوف الان زيرو بتاعتي. هتبقى الامور سهلة خالص. قطعت اتنين منبر. يبقى ازا لو رجعت للمعادلة بتاعتك تاني. بدل ما هما المنبر زي كانوا ساعتاشر بقى كام بقام سبعتاشر سبعتاشر زياد تلاتة بقى معشرين في عشرين. نجات في عشرين يبقى كده هيطلع الان بقى التساوي صفر. يبقى ازا ان قطعت المنبر واحد سبعة. وقطعت المنبر خمسة تسعة. وبعدين اندر طلعت مين? طلعت ان زيرو. يبقى تحت دي كده طلعت مين? طلعت اللي هي الان زيرو بتاعتي طبعا ازا عادية خالص طلعت الرياكشن طلعت الرياكشن هنا كانت بصفر مش محتاجها طلعت على المنشأ بتاعي اللي هو هتاخد كل حضرتك تبتدي من عندها اتنين من المجاهيل طبعا ما تنساش ان انت تطلع كل بتاعتك اللي هي بزيرو في الاول خالص طلع الزيرو في الاول عشان يسهلوا عليك الدنيا. وانت طبعا المفروض حافظ اللي هي الحالات بتاع الزيرو مينبر آآ لما يكون فيه اتنين مينبر متقابلين باي زاوية والاتنين ما عندهمش اي فورس الاتنين دول على طول يساوه مين? يساوه صفر. خلاص? اهم اتنين مينبر دول متقابلين. ما فيش اي تحميل على ده همت وهم طرفين من هنا. خلاص مش هشيرو اي فورس اشيرو اي فورس منك. طيب. حاجات دي المفروض اتخذتها في سنولة. طيب. خلاصنا ان زيرو هتروح بعد كده على مين? على ان واحد. اللي هو هنعمل بتاعنا بقى. انت مش انت لغيت الفورس اللي كانت في المينبر ده? اه لغيت الفورس حضرتك اللي كانت في المينبر. طب بعد دي ازنا حضرتك انت هتحط واحد طن مكان اللي انت لغيته. زي اللينك اللي هنحطناها اللي كان معنا في الفريم آآ الاسبوع اللي فات. يبقى حطيت واحد طن هوا على الجزء اللي هنا واحد طن على الجزء اللي هنا مقابلين لبعضيهم وقلت ان اكس واحد تساوي كام حضرتك? تساوي واحد طن. معايا الناس. يبقى ان واحد اهوة حطناه. دي المينبر اللي احنا قطعناه حطنا له ايه? حطنا الواحد طن وابتديني هنا نتعامل. طب تعالوا في هنا كده وطلع هل في اطلع على المسألة دي? طبعا لا يمكن يطلع ليه بقى? لان المينبر اللي انت حطيته هو وانت لو حاولت تدخل هيطلع الخارجية بصفل لان ده مينبر داخلي. يبقى عند ستة. وحاول تطلع اللي هنا كده. لما تقف هنا كده وتدور على البعد العمودي من حظنا بقى ان احنا حطين على زيارة خمسة واربعين فهتلاقي ده كمان الداجون اللي عندك. ايا كان لو انت قف عند جوينت ستة ودورت على اي بعد عمودي وليكن هنا كده. خلاص نفس البعد ده يتضرف في الواحد اللي اللي بلف مع قارب الساعة ونفس البعد يتضرف الواحد اللي بلف عقص عقارب الساعة. يبقى هتلاقي نفسك حضرتك كده بتضرب الواحد مرة بإشارة مدعبة مرة بإشارة سلبة. يبقى عشان كده ده هيطلع بمين بصف لما تقول سجما الواي بصف اللي بداي يطلع بصف لما تقف هنا وتقول سجما الاكس تساوي صف ما انت لو خدت الممبر ده وحللته في تجاه اكس هيديك مركبة كده. والخدت ده وحللته في اكس هيديك مركبة كده. قالت مين سجما الاكس وساوي صفر يعكسه بعضهم تماما. خلاص? يبقى اذا هنا برضو الاكس تساوي صف. وبنقان عليه هتبتدي تاخد بقى كل واحد من دول تحلله مركبتين اهوت. يبقى تاخد ده. خدت الواحد ده حللته مركبة رأسية مركبة وفقية ده حللته مركبة وفقية ومركبة رأسية. طبعا المركبة ده تطلع ببوينت سيفن او سيفن. وبرضو نفس الكلام اللي على زاوية خمسة واربعين. خلاص. هتلاقينا بتزان الجوينت دي هتديك المنبر واحد اتنين بوينت سيفن والمينبر ده هتديك برضو بوينت سيفن لما تحلل هنا برضو نفس الكلام ولما تحلل هنا نفس الكلام وبعدين تروح بقى على بقية على الباقي بقى لو انت حتى بديت من ناحية اليمين. لما تقف عند جوينت خمسة ده بصفر وده بصفر. طب مدام ده كان بصفر وده صفر. يبقى ازا ده اصبح صفر وده صفر. خلاص? طيب. تروح هنا. خلاص احنا حللنا اهو. دول تلاتة ميمبر اقدر اقول ان هما يساوي صفر? لا. لكن عند جوينت تسعة او الميمبر ده بصفر وميمبر ده بصفر. اوصح عند جوينت اربعة ده بصفر وده بصفر. خلاص ده بصفر يبقى ده على طول بصفر وده هيبقى بصفر اصلا من الاول. طيب الجوينت ده ده بصفر وده بصفر. هتلاقي الحتة اللي الفورس كان اللي بتتحرك فيها هي اللي فيها الانترنال فورس. اللي ما خدش باله من ده يبص على يبص على ان اتنين. ان اتنين هنعمل كوريكشن برضو الميمبر اللي احنا قطعناه هنا. هنحط مكانه واحد طن. طبعا انت عارف ان هناك اثبتناها ان نتساوي صفر. تعال بعد كده دور على عايز اعمل تحليل الجوينت دي. طب ما تحلل الفورس بتاعتك هي مركبة رأسية مركبة افقية. الفورس اللي هنا هنحللها مركبة افقية ومركبة رأسية. خلاص? وشوف دور بعد كده بقى على كل الفورس بتاعتك. امسك الجوينت دي. خلاص تعال احنا نجيب من ناحية الشمال هنا ده بصفر. خلاص? لان الاتنين دول مع بعض ده يدوك اصفار. ده بصفر وده بصفر. خلاص? هتروح بعد كده على الجوينت دي. في اتنين ممبر. هو ده صفر اصلا وده صفر. تطلع على الجوينت دي بقى ده صفر وده صفر. خلاص دولت بقى ام ثلاثة ممبر. اقدر اقول علينا بصفر? لا بس اقدر اقول علينا ده بصفر. وده بصفر. مدام ده بصفر اصبح بقى معي مين? اصبح معي الممبر ده. والممبر ده بصفر. تمسك بقى الجزء اللي هو ده هو اللي الحرسة هتحرك فيه. انا حللت الواحد طنقة هو افقي ورأسي. حلل الجوينت دي. مين اللي يشير المركبة الوفقية? هو الممبر تسعة عشرة. ويطلع بكام? ما انت لما تحلل الواحد الميل ده? بكوزين خمسة واربين. هتديك بوينت سيفن او سيفن. ده ماشي مع اكس بدا لازم ماشي عكسه. يبقى ازا ده ممبر كومبريشن اكمل على طول السهم مين? ويه السهم? مش مال? تعال احنا نتكبر شوية. بيكبرش الحتة بتاعتها. ماشي? طيب. تعال حلل في الاتجاه الرأسي. ما فيش اللي ممبر واحد هو اللي هيخد للرأس المركبة دي كام؟ المركبة دي هي. هي بوينت سيفن او سيفن. يبقى الممبر ده يبقى كومبريشن. هو تقادي السهم بتاعه وقادي السهم بتاعه. طيب. تعال روح على الجوينت خمسة. احنا كده حالينا عند جوينت تسعة. روح عند جوينت خمسة. مركبة رأسية مركبة افوقية. بوينت سيفن او سيفن. ده هيشيل للمركبة. وده اللي هيشيل مركبة. يطلع لك المنبر ده وده كومبريشن لان انا حددت كومبريشن من السهم ده والسهم ده ورجعت عكستهم هنا. ورجعت عكستهم هنا. يتبقى معاك المنبر المايل ده. طيب المنبر ده جاي من اي جوينت. اما تحال الجوينت عشرة. اما تحالل جوينت اربعة. تحالل جوينت عشرة. وده اللي احنا ما ننوش في هنا عادي. يعني الحل بتاعديه هو الحل بتاعديه. طيب. تعالى بص على جوينت عشرة. انا عندي سيفن. او سيفن ماشي في الانتجاه ده. واضي رأسي هوت. واضي معايا ميمبر ميل. الفرصة بتاعتنا لسنا مش عارفة. طيب هو هيديني ايه الميمبر الميل ده هوت? نحن نعمله. ده هيديني مركبة. وفقية ومركبة رأسية. صح لا? خد بقى اي واحدة منهم. خد اي واحدة منهم. طب هتلاقي ايه بقى حضرتك? يبقى تلاقي ممكن لو حتى عايزين نكتبها كفانكشن. لو سمينا الفرصة اللي في الميمبر دي مسلا نسميها آآ نسميها مسلا كي او نسميها ان. ان في ميمبر عشرة اربعة. ده الفرصة اللي فيه او المركبة بتاعته اللي هي المركبة الافقية دي في مين? في كوزاين? خمسة واربعين. ده المفروض يساوي كام? ده المفروض يساوي سفين بوينت سلا. خلاص? يعني ده يودينا الايه بقى? ودينا ان ده هيت. خلينا نقف كده ونكتبها في تكست تانية. او انت خليك بقى فاهم. زي ما انت شايف كده قدامك في المعادلة. اللي في موجود في عشرة اربعة. انا اضربه في مركبة. كوزاين خمسة واربعين مفروض يساوي لي مين? او ده السهم ده عكس ده يسوي لي انا فرض اعتبر انا فرض ده يساوي لي يعني فرصة الف عشرة اربعة يساوي مقسوم على كوزاين خمسة واربعين. اللي هو في الاخر حضرتك هيطلع يساوي الواحد. يبقى يطلع يساوي الواحد. وده في الاخر يطلع يساوي الواحد. يبقى الفرصة اللي في المينبر ده تساوي. لو خدت عن طريق الاتجاه الرأسي برضو تطلع واحد. لو خدت من اتزان جوينت ربعة هيطلع يساوي الواحد. طيب هنا ممكن بقى نختصر خاطة ان انت كده كده بتيجي عند جوينت عند جوينت تمانية اللي احنا هنعمل عندها وتحط واحد طان. ممكن قبل ما تروح تعمل الجدول كمان تخلص كل اللي هي اللي انت عايز تخلصها. فانا هنا اخترت ان انا كده كطريقة مغيرة شوية للمرة اللي فاتت ان انا اجي عند عند تمانية وهقول ان انا عايز احسب ان داش اللي هي دلتا تمانية اتعمل ايها اجي عند جوينت تمانية واحط الواحد طان بتاعي على ما تنساش ويمكن ما قلناش ولازم نقولها تاني على اي مين سيستم على اي مين سيستم انت تاخده لان احنا اتفقنا على اللي هو انت مش محتاج تروح تعمل مين سيستم اه وتحلو وتوصل عشان خاطر اه تحط واحد طن من جديد لا اختار مين سيستم وبناء عليه هات عليه النور اللي انت عايز تحسب له وكامله مع خلاص كده انت معندكش مشكلة. يبه هنا قلت اختار نفس مين سيستم ولا انا قاطع فيه لاتنين لينك دول لكن يا جوز لان انا كنت تغيرهم واخد اتنين تاني مكانهم اه يا جوز. بس لازم تبقى عارف ان انت لما تقطع لازم يبقى فيه ده انا قاطع الاتنين دول عشان الاتنين دول هم اللي شكلهم نرجع نقول النقطة دي تاني معلاش. انت ليه قطعت الاتنين دول? انا قطعت الاتنين دول عشان خاطر انا انا بعد ما اقطعهم ايبقى عندي مسلسات اهي. وانت خدت ان بتاع التراسز ان انا يكون عندي اشكال مسلسية. فده شكل مسلس اهوت مربوط مقفول. هتلاقي بعد كده اه دي الشكل المسلس التاني مقفول. هتلاقي كلها عملتها مسلسات. فالمسلسات دي بتديني ايه? بتديني ان الجزء بتاعك مقفول مفيش مشكلة. بتديك ان الجزء بتاعك ايه? مقفول. مفيش منه اي مشكلة. اهي. كلها مسلسات مقفولة. خلاص? يبقى ازا? ما كانش ينفع بقى ان واحد مثلا ايجي فمنشأ زي كده. تعال احنا نرجع. ويقول لي مثلا والله انا مثلا عايز اقطع المنبر ده والمنبر ده. طب ازاي? طب المنبر ده مين اللي هيكون شايله? ما فيش حد هيكون شايله. طيب واحد تاني يقول لي اه هقطع اه المنبر ده والمنبر ده. طب المنبر ده مين اللي هيكون شايله ده وكده ومنبر يبقى يحصل له حركة. فلازم احنا بنختار بتاعنا نختار يكون اه في واكتر شكل فيه بالنسبة للمسلس انت عارفه او بالنسبة للنوع الديني اطلعت الديني مسلسات مترابطة مع بعض ديها. اخترت نفس عشان ما عودش افكر. خلاص المنبر ده مقطوع المنبر ده مقطوع. حطيت واحد طن هنا. طلع بقى اللي هنا اللي يطلع لك هنا التلتين ويطلع لك هنا التلت. طلع انترنا الفرصة على التراصز وتنتخل بعد كده ليه. طلعن دي عشان كان فيها بس فا اه مشتغلتش الانيميشن هنا على الجروب. فهنوصل بقى هنوصل بعد كده بقى هنا لمين للشكل قدام حضرتك ده هو اللي هو بالكامل بقى ليه للمسألة. برضو المنبرز ما اترصد بتاع المنبرز ادي الان زيرو ادي الان واحد ادي الان اتنين خلاص وبعدين ارجع بقى حضرتك للمعادلات بتاعتك او انت او انت او انت او انت بلس اكس واحد دلتا واحد بلس اكس اتنين دلتا واحد اتنين تساوي صفر. والمعادلة التانية دلتا اتنين زيرو بلس اكس واحد مضروف في دلتا اتنين واحد بلس اكس اتنين مضروف في دلتا اتنين اتنين يساوي زيرو دي معادلة دي المعادلتين بتوع اللي انا هستخدمهم. خلاص سوري. خلينا في ده هي. يبقى يبقى دي المعادلتين اللي احنا اللي احنا هنشتغل عليهم دلتا واحد زيرو ودلتا واحد واحد ودلتا واحد اتنين وعدين دلتا اتنين زيرو ودلتا اتنين واحد ودلتا اتنين اتنين هم دول اللي احنا هنشتغل عليهم حضرتك المعادلتين بتوع عندي اتنين من المجال. يبه انا احصل ازاي على دلتا واحد صف عن طريق ان زيرو ف ان واحد ف okel. احصل ازاي على دلتا اتنين صف? ان زيرو ف ان اتنين فائل احصل ازاي على اه واحد اتنين او اتنين واحد. يباسة اه دلتا واحد واحد اللي عبارة ان واحد في اه او او ان واحد تربيح احصل ازاي على دلتا اتنين عن طريق آآ ان اتنين تربيع في خلاص. وطلعنا طبعا كل ارقام بتاعتنا. ادي آآ دلتا واحد صفر طلعت بي نيجة افنين وسبين بوين ناين زيرو. دلتا واحد دلتا اتنين زيرو طلعت بي متين واتنين بوينت فايف. زي ما انت شايف. وادي ان واحد اتنين طبعا طلعت بمين طلعت بصفر. وده طبعا ممكن ارجعك بس خطوة. بص على اي واحد وان اتنين هتلاقي اللي فيها عقام هنا هتلم هنا بصفر ولا هتلاقيها هنا بصفر هنا فيها رقام فلذلك لما تشتغل من الت Riley صاح. لما تشتغل من هتلاقي ان الا اه ان واحد اتنين تطلع بصفر وان اتنين واحد تطلع بصفر ولذلك المعداد بتاعتك عوض بقى الدرم ده هو خلاص هيباب صفر هنا. والترمي ده هيباب صفر هنا. خلاص طيب عوضنا هنا عن دلتا واحد صفر. وعوضنا هنا عن دلتا واحد. واحد فكس واحد. خلاص. وعوضنا برضو هنا عن دلتا اتنين صفر. وعوضنا هنا عن دلتا اتنين. طلعنا مباشرة بقى اكس واحد تساوي سي بوينت سيفن 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 سري. وطلعنا اكس اكس اتنين تساوي نيجاتف عشرة بوينت اربعة اربعة تمانية واحد. طيب هتروح بعد كده في ان هروح بعد كده على ان انا عايز احصل على مين? عايز احصل على ان فاينل. هدي بقى ازاي? ان فاينل بقى من السوبر بوزيشن اللي احنا اتفقنا عليه. اللي هو بتقولي ان فاينل هتساوي. ان زيرو بلاس اكس واحد ان واحد بلاس اكس اتنين ان اتنين. لس اكس اتنين ان اتنين. وتبتدي تملى بقى تملى التابل بتاعك ده عن طريق ان انت معاك ان زيرو. هتجمع عليها ان واحد في اكس واحد هتجمع عليها ان اتنين في اكس اتنين تاخد بقى كل الارقام وانت وانت ناسل. خلاص? طيب. وبعدين تروح رايح بها كمان جايب. تروح رايح كمان جايب مين? جايب. ان داش وتروح مالي بيها الخانة بتاعتك اللي هي ده هيت. اهي. وبعدين تضرب في ان داش بتاعتك في ال. وتجمعهم. وتاخدهم تقسمهم على ال اي اي. يطلع لك كده مين? يطلع لك الفيرتكال ديفليكشن عند تمانية. اعتقد اه المسائل كلها مسائل خفيفة وبسيطة. اه وتمنى ان هو يكون اه ديني وصلت معاكم. المسائل التاني ده. المسائلة التانية دي كانت مثال بس عشان خطر يكون عندنا لدخلية نقطعها نرجع بس مراجعة كمان سريعة على اه موضوع نا النهاردة. يباحنا موضوعنا النهاردة كنا بندرس لو عندك في ممكن تحلو ممكن تحلو ممكن تحلو ده كانت المسائلة الاولانية وجبنا عند تمانية. مشينا فيها. المسائلة التانية كانت المشكلة يعني في زيادة وهي اللي قفلنا التراصل ان احنا نقدر نحله. خلاص ما كانش يقدر نحلها خارجيا كان لازم نحلها داخليا عن طريق ان احنا نتعامل مع احنا شلنا الممبرز ده والممبرز ده. طب هل كان ممكن اشيل تانية والمسائلة تتحل طبعا كان ممكن اشيل تانية وتتحل بس احنا دايما بنقول روح نروح على ابسط. الحلو برضو هنا اتعاملنا ان احنا حصلنا على هنا كانت المسائلة مرتين تتأخي خطوة معنا في المسائلة ان احنا حصلنا على اه دلتا تمانية عن طريق ان احنا حقنا الان بتاعتها وبعدين عن طريق ان احنا ضربنا في ان داش في ال جمعناهم واسمناهم على اللي كانت معطى في المسائلة باربين الف وطلعت لك اللي هو بوينت او او فور 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 من المتر اضربها بقى في مية علشان طلالك اربعة واربعين من مية اه سنتيمتر ذات دفكشن اللي هيحصل في المسائلة. اتمنى تكون المسائلة النهاردة تكون اه مسائلة النهاردة تكون بسيطة ودي كانت مسائل في التراسز لو حد من اه شبابنا محتاج اه اي حاجة يقول اللي دلوقتي احنا لسه مع بعض. علشان كده ان شاء الله خلاص هاني المحاضرة. لو حد محتاج حاجة. اه بالنسبة للبي دي اف ان شاء الله. اه على طول بعد ما خلصوا محاضرة احطولكم على الجروب بتاعكم على الواتس ايب. وبعدين هرفع لكم الفيديو على على يوتيوب الشانل ان شاء الله. طيب. اتمنى اشوفكم بخير. وخلينا متابعين مع بعض ان شاء الله. وربنا يسر لنا الامر جميعا. ونشوفكم جميعا بخير وسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.